اشتركوا في القناة توفد العديد من الفنانيين وتعود العديد من السياسيين وايضا العديد من النجوم في مجال السينما والتمثيل وحتى الرياضيين واليوم حبينا قاعدتنا تكون متنوعة ما بين القوة وما بين الأنوت الجميلة والفن الراقي اذا في الفقرة الاولى من برنامج تحلى بيك راح نستقبل الفنانة والنجمة نريمان مشاعر نقول لك صحاف تورك وكل عام انت يبقى الفخير الله يخليك يحيى صحاف تورك وكل عام والوطن العربي والجزائر الخير يا رب وهو كذلك اذا على ذلك الوطن العربي تحية كبيرة جدا لكل مشاهدين تعنا في كل الأقطار العربية وقلوا لهم صحى رمضانهم وكل عام وهم بألف خير اذا نريمان مشعل هذا الاسم الفني الذي لمع يعني في الآوينة الأخيرة في سماء الفن الجزائري وهديتي الفن الجزائري العديد من الأغاني يعني الجميلة يعني تغنيتي بالوطن تغنيتي على الحب وتغنيتي على أشياء جميلة اذا قلنا ورجعنا بك إلى الوراء نريمان نريمان يعني بداية كيف كانت نريمان والله بدايتي كانت انه كنت ندرس في المعهد العالي الوطني الله يبارك ومثلت في المسرح جميل في مسرحية أبوليوس من إخراج شوقي بوزيد أحمد شوقي على ما أظن احنا بالجزائر اي نعم احنا بالجزائر وكان أعطاني أول دور يعني دور بطولة تتذكري هذا الدور كيف كان؟ طبعا أكيد كان دور ملكة جميل جدا وانتي ملكة معنا في الدكور جميل جدا نريمان الله يخليك بزوءك طبعا نخليك وطبعا أول بدايتي في الغناء كانت أغنية مهدات للشعب الفلسطيني كانت بعنوان آهيا فلسطين من كلماته ألحان حليم رياض وبعدها كان سنجل مع الفنان المتقلق الجزائري عبد الرحمن جلطي ايه عبد الرحمن جلطي كانت بدايتي كانت مع عبد الرحمن جلطي الفناني الوجوده صحية ذكريني بالأغنية فقط تاني ريمان أغنية توحشتك توحشتك آهيا عمري الله عليك توحشتك طال صبري توحشتك يهنى خاطري الله عليك يعني تحية كبيرة جدا لأعمالي قاتل الفن الجزائري أمثال عبد الرحمن جلطي لأهدى الجزائر العديد من الأغاني وحتى الفيلم تاعه اللي مازال حقيقتين مازال الناس تداركوا أصلا تتفرجوا بعدها نريمان يعني اندرجتي في الفن بعد السينك اللي قدمتي وش دتي قدمتي؟ وقدمت طبعا ألبوم متنوع طبعا وكان يعني فيه نوع الأغنية الروية لكن بطبع شرقي يعني مزجت بين اللغة المصرية واللغة الجزائرية الكثير من المشاهدين الكرام الآن ربما حتى اللي يعرفوه كل اللي ما يعرفوه ش نريمان مشعل يقولوا اللهجة ساعة مصرية شوي ما هذا السر يعني أنك تحكي باللهجة المصرية وحتى الأغاني معظمها تكون مصرية ما هو السر؟ لأنه طبعا يعني والدي البروفيسور الدكتور عبد الحميد مشعل هو من موليد مصر هو فنان مصري ولكن من حبه في الجزائر كان مؤسس الكرام في الجزائر في الستينات وكانت نخبة من الفناني المتألقين الآن على الساحة الفنية الجزائرية كانوا يعني يدرسوا عنده من ضمنهم والدتي الله يبارك رجلها تحية كبيرة جدا بالمناسبة إذن هو الموسيقار عبد الحميد مشعل هذا الموسيقار هذه أهدى يعني الغناء وأهدى وأطرة كما يقولوا المكتبة الموسيقية الغنائية بالنسبة العربية وحتى الجزائرية بها العديد من العنوين التعامل ربما يذكرني ويحضرني بعض الأسماء الكبيرة كما محمد عبد الوهاب أم كلتوم يعني هذه العمالقة في الفن يعني الوالد تعامل مع موسيقيين وبعض الأسماء اللي ربما راحت لي وحتى هنا في الجزائر نعم فعلا يعني كان تعاملاته في الأول مع عبد الوهاب وكان عازف محترف على آلة الناي مع الفنانة أم كلتوم جميل جدا واشتغل في الكويت واشتغل هنا في الجزائر مع فنانين جزائريين مثل صليحة الله يرحمها صليحة تعامل مع زكية محمد هو من سمها زكية محمد إذا نحصت لربما الكثير يعني من المشاهدين الكرام يعرف لأول مرة هذه المعلومة أنه زكية محمد سمها الموسيقار عبد الحميد يعني وأول ألحان يعني أول أغنية غنتها كانت من ألحان والدي الأغنية ذكرينك والله أنا أي نعم تحية كبيرة جدا نتعارف إحنا الفنانين طبعا لكتر العنوين بزف فعلا وتعامل مع الأستاذ هدي رجب وتعامل مع والدتي تعامل مع مادام جهيدة نعم مادام جهيدة للمجولة تحية كبيرة جدا هي تشتغل الآن بالإذاعة نعم نعم وكانت ضيفتنا في أحد الحلقات من أحد البرامج لا هي ما شاء الله ما شاء الله عليها متقفة وقلبها كبير طبعا بيبة جدا يعني غنت له كلمني بصراح كلمني بصراح تعجبني الصراح من ساعة ما شوفتك مشغولة بصراحة يعني يعني على الأقل راكي تدندنيلي شوي عارف أنه صوتك تعبان شوي يجبناك من السفر طبعا يجبناك من السفر يعني يجبناك من مستغانم على ذكر مستغانم طبعا مستغانم اللي جرى فيها تكريم العديد من الفنانين وتوزيع جوائز علي معاشي من طرف يعني وزير الثقافة يعني بمناسبة اليوم الوطني للفنان وكان فيها تكريم خاص للوالد يعني من خلال يعني أعماله الكثيرة بالنسبة يعني للجزائر والعرب كيف كانت الأجواء هناك؟ وضعي كانت الأجواء جميلة جدا ومستغانم يعني شعبها طيب طبعا ويعني استضافونا يعني استضافها حلوة وكان التكريم تحت الرعاية السمية للرئيس عبدالعزيز بطفريقة اللي ربنا يبرك لنا في طول في عمره وتحت إشراف طبعا وزير الثقافة سيد عز الدين ميهوبي اللي نشكره جدا على هذا التكريم اللي يعني اللي خاص بيها الوالد طبعا التفاتة كبيرة جدا يعني الفنانين طبعا حتى أنه يعني والدي كان سعيد جدا بهذا التكريم أنه بعد يعني تسعين سنة أو نقول يعني سبعين سنة من العطاء ويعني الحمد لله أنه كلهم هو يعني في الحياة في الحياة إلى أي مدى التكريم التكريم يعني للفنان أو للبطل الرياضي أو لأي مكان يعني هذا التكريم ليس فقط المادي وإنما يعني التكريم المعنوي إلى أي يعني لا بيرقع له اعتبار ويرقع له ذكريات جميلة ويعطي له نفس أنه يحاول يقدم طبعا أكثر أكثر لكن يعني والدي كان يعني جده سعيد جدا لأنه ما كانش في مخيلت وأنه رح يكرم في بلده الثاني جميل جدا وطبعا مصري لكن الحمد لله يعني كان الحمد لله يعني يتفي بالي الفن يعني لن جنسية لن جنسية لن جنسية طبعا ويعني أنا ضد أنه يكون فيه عنصرية لأنه الفنان يكرم في أي بلد أنا والدي اشتغل بماليزيا اشتغل بالكويت اشتغل بالمغرب في ليبيا في مصر في الجزائر ويعني ما اعتقدش أنه أنه الفنان لا يكرم في بلد يعني آخر دون بلده الأصلي ويبقى أو تبقى الموسيقى يعني هي لغة مرآة الشعوب ولغة يعني عالمية وما يخفلنش أيضا مشاهدين الكرام أنه يعني الوالد الكريم يعني قدم قدم ألحان جميلة جدا البلد سواء في الأغاني الوطنية والكثير وغنيتي من ألحان وغنيتي طبعا هو يعني لحن لحن لولدتي اسمه يا جزير يا حمى الوطنية جميل جدا يا جزير يا حمى الوطنية يا صباح الأمة العربية من قلبي وروحي وانا يا أحملك أشواك وتحية وغني غني وتحبي يا غلي علي الله مش غلي عليك فقط الجزائر غلي علينا كلنا وعلى كل الشعوب يعني العربية كيف تقيمين واقع الفن الجزائري في مقارنة بالزمن الجميل مقارنة ربما ببلدان أخرى والله لا الفن الجزائري طبعا إحنا عندنا ثقافة فنية واسعة جدا عندنا طبوع مختلفة من الشرق للوسط للغرب الفن طول عمره حلو في أي بلد لكن الجزائر في الفترة الأخيرة يعني همش الفن الأصيل همش لكن الجيل الصاعد الآن بيحاول أنه يعمل مزج بين القديم والجديد حتى يعني حتى لو فيه أغاني هكا ملهاش ملهاش طعم كما يقولون لكن هم الفن دايما يعني في صعود ونزول في أي بلد كان من الفنانين اللي ركي متأثر فيهم مثلا زمان يعني من العصر الذهر أنا متأثرة جدا طبعا فيروز طبعا وردتنا الله يرحمها الله يرحمها تألق وردة متأثرة بصباح صبوحة صباح ومكلسوم أيوة إذا قمنا صباح واش تختاري لها كمقطع يا نيانا يا نيانا فحبيبي أموتانا أموتانا فحبيبي وعلى شانو أموت أنا الله عليك جميل جدا يعني شخرورة اللي يعني أفنت حياتها من أجل العطاء الفني بين التمثيل والغنى إذن نريمان الكثير من الفنانين يعني سواء المشارقة أو سواء العرب نلقاهم يخوضوا تجارب يعني تمتيلية في السينما أو في الدراما أو حتى في المسلسلات يعني التلفزيونية نريمان خطي تجربة في التمثيل يعني بعض الغناء أم لا طبعا أنا في البداية قلت لك أنه تعاملت مع أحمد شبقي بوزيت في مسرحية أبوليوس وكان عالي دور أول وتعاملت مع أحمد رزاق في الأولي الأخيرة أحمد رزاق طبعا هن ورجاله قليل جميل كيف أحكي لي شوية على المحطة محطة بمحطة لأنه محطتك جميلة جدا يعني نريمان محبيش تفوتك ده كالقطار علينا في ما يخص يعني محطة المسرح أحمد رزاق في مسرحية هنا ورجاله قليل يعني اخترني من ضمن الفنانين هنا بالجزائر اللي عندي لهجة مصرية وقصولي مصرية لأنه الدور كان محتاج أنه تكون الممثلة تلعب دور مصري وجبنا من المغرب مجدر زبيطة ومن تونس خديجة اليزيدي وطبعا هو مثل الدور الجزائر جميل يعني نشوف بلي أنه هذا العمل ليس جزائر نشوف بلي عمل متكامل عربي مغاربي بحكم أنه مصر تونس الجزائر والمغرب نعم شوف بلي شميل جدا الاحتكاك في مجال الفن أكيد طبعا أنه الفنانين لازم يكون بينهم احتكاك ويعرفوا ثقافات بعض ويمثلوا مع بعض في الأوان الأخيرة يعني حبت المسلسلات اللي رهي درجة في الوسط الفني تلقى يعني مسج بين السوريين واللبنانيين باش على الأقل لي يكسبون شوف بلي ناريمان سمحيني قطعك بالعسل إن شاء الله شوف بلي أنه هذه السياسة لكي نكسب جمهور أكبر طبعا وتشوف بلي الإسقاط أنه الفنان مثلا لما تلقى هذا الفنان يغني مصري لازم يغني جزائري يغني مغربي يغني لبناني باش تتوسع يعني جمهوره ولا تفضلي أنه الفنان يعني يحكم ستايل معين ويقعد يغني فيه ويطور روحه فيه لا أنا مع الاختيار الثاني أنه لازم يحكم ستايل معين ويدرسه مليح ويتطور نفسه فيه لكن أنا ما عملتش بهذا المنطب كده إنه أنا الله غالب علي إنه وصولي ترجع مصرية وجزائرية نعم وتأثرت كتير يعني بالثقافة الماليزية جميل يعني حقوق أني كنت مقيمة بماليزيا مقيمة هناك فللآن ما زال معرفتش نفسي الستيل الستيل يعني حتى في الجزائر يعني والدتي من أصول شاوية الله يبارف حاولت إنه في الألبوم منتاعي إنه نقدم يعني ستايل شاوي جميل وحاولت نقدم لبناني وحاولت نقدم مصري يعني كان يعني تشكيلة كمية جدا إذا حددتنا وحكينا على الألبوم ما شاء الله عليك يعني في تعاملاتك يعني مع يعني الملحنين الكبار هنا في الجزائر وكتاب الكلمات الألبوم يعني حددنا شوية على الألبوم ناري معني والله هو ألبوم متنوع لكن ما فدنيش إنه الناس كتير انتقدون يقالوا لنا ريمان إحنا ما عرفناش هويتك ويعني ميولك وشنه الفني وينو لكن أنا كنت حبة إنه يعني نطرح عليهم الفكرة والستايل اللي عجبهم من خلال الألبوم من خلال الألبوم يعني أطور نفسي فيه لأنه أنا ننطق اللغة الإنجليزية والفرنسية والمصرية والجزائرية جميل فحاولت مش تكبرا أو يعني حبيت يعني نبين روحي نو أنا كنت حبة إنهما فقط يعرفوا إنه فنانة فيها يعني فيها فيها من الاختلاف ما حبيتش نكون كالفنانين يعطيك الخير لكن هذا ما فدميش وطبعا الألبوم كان عندي تعاملات مع تفيق أمير كان عندي تعامل مع نجوة الأغتيست كان عندي تعامل مع يا ربي كثير من الفنانين يعني اللي نحييهم طبعا من خلال يعني وهم عاية بيتوهات من ضمنهم الشاب تاريق أيها جميل من ضمنهم الشاب صفي سكيك دي من ضمنهم تفيق أمانسية الآن مقيم بفرنسا يعني كانت جميل جدا نشوف من خلال هذا التنوع صح هو تنوع سواء من حيث اللهجات ولا حيث من الموسيقى المقدمة يعني نانيمان فتحوا باب آخر على الموسيقى أنت من محبي إعادة الأغاني القديمة بنفس جديد ولا تحبي على طول أنك تنسجي أغنية جديدة كلمات ولحن لأنه الماضي خلص غنوا أهله وزادوا عودوه يزين من إعادة الماضي خلينا نبدع ونعمل جيل جديد للجيل القادم فنيا أكيد طبعا لا أنا ضد هذه الفكرة أنه خلاص يعني الأغاني القديمة تبقى دايما يعني أغاني نتعلم منها أو نسمعها أو ترجعنا للنستالجي لكن أنه نعيدها ما أعتقدش أنه نقدر نعطيها قيمة بنفس بنفس العلاقة طبعا يعني لا أنا معه أنه الفنان يبدع ويكاثح ويحوس على ألحان وكلمات جديدة ويعمل بصمة والأغاني القديمة هذه تغنى في الحفلات ما فيش مشكلة أنه إعادة إغنائها على الخشبة يعني على الخشبة لكن إعادتها كإعادة في الألبوم نعم نعم بحكم أنك بحكم أنك ذلك الجسر الذي يربط يعني مصر في الجزائر كونك فنانة يعني نصفك أول ونصفك تاني يعني أكيد ما حتكوني متحيزة للمصر ولا الجزائر فنيا ماذا يعرف عنا المصريون والله يعرف عنا أنه عندنا أكبر يعني ستار هو الكينج الشاب خالد نعم لكن ما 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 عندوش فكرة عن الفن الجزائري الحقيقي الأصير يعني الأندلسي والوهراني والشعبي يعرف فقط أنه عندنا راي وعندنا الشاب خالد وعندنا الشاب مامي يعني ما بس يعني يعني شوفي بالإشكالية يعني الإشكالية في هذا الطرح لما نروح مثلا نسافر خارج الجزائر سواء إلى دول الخليج أو دول المشرق يعرفوا غير شاب خالد شاب مامي منذ الأزل لم يأتي نجم جديد ولم تسوق موسيقى جديدة إلى العالم العربي أو حتى إلى العالم أين يكمل الإشكالية يعني نريمان في حين أنه يعني البلدان العربية وحتى البلدان المشرقية والخليجية شوفوا بلي كل يوم كان جديد وكل يوم كان فنانين جديد وكل يوم كان أغاني جديدة نعم لأنهم عطيين قيمة للفن وعطيين قيمة يعني بيزنس طبعا يعني شو بيزنس والأمبستيسمو على الفنانين هنا في الجزائر للأسف ما كاش يعني أنا عن نفسي أنا عن البومي أنتشتوا بنفسي بنفسك يعني ما لقيتش يعني إنتاج أو دعم أو تلقى دعم لكن دعم بشروط بشروط أو لناس معينة لكن أنه يفتحوا المجال لكل الفنانين اللي هم فنانين مش يعني طبعا طبعا أشباه الفنانين أشباه الفنانين فأعتقد هيا دي المشكلة وأنه إحنا ما ننسوش أنه حتى القنوات الفضائية نتعنا ما كانتش متواجدة متواجدة يعني الأعلام الخاص يعني يعني جديدة النشأة طبعا جديدة النشأة أو يعني الحمد لله السنوات اللي رأنا فيها يعني مش من من فترة واللي رأوا جاي رح يكون أحسن إن شاء الله وإحنا ما ننسوش برضو أنه الجزائر يعني عدت بمراحل قصية وعشريات يعني ومرحلة أطرت على واقع الفن الجزائري حتى الفنانين اللي إحنا ذكرناهم وتشاهروا ما تشاهروش من الجزائر يعني سفروا بره وجابوا نجاحهم من بره فعلا إنه لقاوا اليد اللي تساعدهم ولقاوا المنتجين ولقاوا الناس اللي تعطيهم يعني دفع معنوي ومادي طبعا لأنه الفنان يعني ما كدوش على بعضنا نريمان يحتاج دعم مادي ومعنوي أيضا وخاصة المادي بش رح ينتج بش رح يخلص الكاتب والملحن لأنه الفنان لم يكون شركة إنتج وهذا ما هو غيب هنا في الجزائر نعم كلهم يخدموا الملحن يخدم الكاتب يخدم الموسيقى يخدم المخرج سيناريست أنت كفنانة طبعا حتى اللي تنسقلك تيابك لأنه هناك إنتاج عام يعني إنتاج أكيد أكيد طبعا أن صورة الفنان لازم تكون متكاملة في لبسه في حياته في منزله في سيارته في كل شيء كل شيء يعني هنا الفنان محجور يعني في الجزائر نتمنى إن شاء الله يا ربي تكون فيها الخير نتمنى فقط أنه سلطات المعنية وحتى الناس يتسمع فينا من كل مكان أنها يعني تشوف الفنان لأنه الفنان هو يعني مرآة مرآة الشعوب ومرآة يعني العالم بش لأنه هو يعبر على ثقافة هذا الوطن ويعبر لأنه رسالته أكيد رح تكون نبيلة ربما في الأخير لأننا نحديد شيء معك كثير نريمان يغالية أحديني على الألبوم وسمعينا أحد من الألبوم طبعا والله أنا كان عندي تعامل مع مونير جزائري تحية كبير جدا للغالية والصديق مونير الجزائري اللي يعد شرف للأغنية الجزائرية والسفير اللي حان في الوطن العربي بالبصمة الجزائرية طبعا تحية كبيرة جدا لكم طبعا تحية ليه هو صديق عزيز جدا وفنان طبعا ومتواضع جدا طيق جدا لا جدا ومحبوب محبوب عند الفنان المصريين وفي الخليج يعني الخليج العربي غنت له أغنية سبني ولي هي تقول سبني أفكر شوية أخد وديم ع قلبي وحدة وحدة عليها لاحسن ما نعرف شن خافي بتقول كلام من حلوته أنا يعني هي أغنية خفيفة ولغة بيضاء وكين بزاف لي قالوا ناريمان ما فهمناش هدي شرقي ولا جزائري ولا ولكنه يدل على التنوع اللي فيك يعني ناريمان أنه مصرية وجزائرية وكل شي بعد الألبوم وش نوية تعملي إن شاء الله والله هي نوية لا أنا في تحضير ألبوم لكن شوية رح يتعطل إنه كما ذكرت إنه الإنتاج وكله لكن إن شاء الله يعني كما يقوله الشربك يطيب على نارهاديا تطيب على نارهاديا جيب لينا لا أنا يعني يعني نشوق شوية في اللي بيحبوا ناريمان إن شاء الله وإن شاء الله عن قريب رح نطرح الألبوم ورح يكون في حفلات داخل وخارج الوطن وأتمنى أنه يعني تعجبهم طبعا تعجبينه ضيما ناريمان أنت فنان راقية ومتواضعة الله يخبر وإطلالتك جميلة جدا تصر الناظر لأنه الفنان مش فقط صوته الفنان أيضا تقافى الفنان أيضا حس بالمجزمع اللي راه وضاير به لأنه أي واحد ممكن قادر يغني ولكن مش أي واحد قادر يكون فنان ونجم مثلك ناريمان صديقتي كمان فنان ربي يخليك شكرا عزيز جدا على قبل يلا ربي يخليك ناريمان ككلمة أخيرة وش قدري تقولين للجمهور الجمهور كله يشاهد فيك والله نقولهم إن شاء الله دايما الجزائر تكون بألف خير ويكون الشقيقين يعني مصر شقيقين الجزائر ومصر دايما في محبة وخير وكل الوطن العربي وأشكرك يحيى صديقتي الله بحالك إن شاء الله أنت نعمل نعمل صداقة شكرا لك ودمت متألق وطبعا كل تقم الحصة واللي عملتلي الميكب أشكرها جدا وحلوة ديكور طبعا ما ننساش نشكر فيا في ويدينغ أي قيس التونسي تحية كبيرة جدا لي وأشكر كل المشاهدين وكل سنة وإنتوا طيبين وإن شاء الله عام قريب يكون في لقاء طبعا مطول جدا بأعمالك ونجاحاتك وتأكدي دائما ناليمان أنه الإعلام الفن 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 لما يكون طمرة جميلة جدا كما هذا الوردة يا ناريمان ما تفتحتش هكذا عبتا كان واحد زراعة كان واحد سقاها وكان واحد صبر عليها ونبتت لأنه هناك أشياء متكاملة من أجل أنه تظهر هذا الوردة لذلك الفن ينبت هكذا عبتا لازم واحد يدعم الإعلامي يدعم الفنان يدعم والسياسي يدعم وحتى الجمهور شكرا لك على هذا الشرف يا ناريمان انطلقت إن شاء الله في ساعات نجاح أكثر من هذه إن شاء الله شكرا لك إذا أنه مشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين معكم كانت هذه النجمة ناريمان مشعل اللي اسمها يدل على شعلة إن شاء الله تكون في مجال الفن وتكون سفيرة للأغنية الجزائرية عربيا لماذا لا ما زلنا متواصلين معكم دائما في برنامج تحلى بيك فاصل ونواصل مع الضيف البطل العالمي الجزائري على بيلي مفاجأة رح تكون خليكم معنا اشتركوا في القناة